تحياتي كليان إمبابي ودع بريس سان جيرمان يوم السبت و هو متوج بلقب الكأس على حساب ليوت كليان إمبابي اللي أصبح شبه المؤكد أنه رايح ريال مدريد كليان إمبابي عم بنتقل ريال مدريد بعد ثلاث محاولات فاشلة كنا نعتقد أنها مؤكدة 2018-2022-2023 اللاعب كان على وشك الانضمام للملكي من أيام ما كان مع موناكو وكل شوي كان يتأجر الموضوع حتى يتم بهذا الصيف بشكل شبه مؤكد في 24 وليس هناك أي مؤشرات أو حتى ذرة أمل أنه يصير انقلاب تاريخ جديد لأن كليان أعلن 100% أنه رايح على مكان جديد ريال مدريد اللي دائما كان يقال أنه قطاره بمر مرة واحدة في المحطة في مسيرة اللاعبين يغير وجهة نظره وخلى قطاره يمر أكثر من مرة لعيون جودة وموهبة وقيمة إمبابي سواء في الملعب أو إعلاميا ومع وصول هذه الفكرة وتألق ريال مدريد وتألق لاعبين مهمين في ريال مدريد في خط الهجوم أصبح السؤال المنطقي والسريع كيف حيلعب إمبابي بهذا الفريق بدون ما يتأثر اللاعبين اللي شالوا الفريق هذا الموسم زي جونيور وبلينجهام ورودريغو لعله حرص ريال مدريد على استمرار أنشلوتي هذا الموسم كان أساسه مش النجاح اللي شفناه رياضيا لأنه بنعرف أنه أنشلوتي كان فيه كلام أنه رايح البرازيل نهاية الموسم لكن تغير كل شيء لما جدد عقده كان أهم شيء عند ريال مدريد قدرة بتميز فيها أنشلوتي وهي توظيف اللاعبين بشكل بيرضيهم وبيطلع أحسن ما عندهم تاريخ مهم عنده في هذه المسألة سواء تغيير مركز بيرلو من صانع علعاب متقدم لصانع علعاب متأخر فأصبح بيرلو المايستر المعروف أو حتى اللي عمله مع ريال مدريد لما حول بي ماريا للاعب وسط يسار في ثلاث الوسط وشفنا تأثيره الكبير جدا حتى الوصول للعاشرة وآخر شيء أمام عيوننا شفنا التوظيف الجديد لبيلينغهم لما يشبه المهاجم الوهمي وعدد الأهداف الكبير والحاسم اللي سجلوا اللاعب الإنجليزي وللعلم هذا الموضوع من بدايات أنشلوتي من أيام بارما إيجاب يلعب أربعة أربعة اتنين كان عنده زونة مش عارف كيف يوظفه فالطر يغير مركزه ولما جاء على يوفنتس اتطر يغير خطته لعيون زين الدين زيدان وقال وقتها زيدان غير نظرتي لكرة القدم فعشان هيك الإدارة المدريدية كانت حابة أنشلوتي يضل عشان يوظف أمبابي بدون اختلال بالفريق لأنهم عارفين أنه حيقدر يلقى الحل بخبرته وتجاربه لكثيرين لكن في تحديات واضحة جدا أي حركة حيعملها أنشلوتي حتؤدي إما لمشكلة تكتيكية أو مشكلة مع أحد اللاعبين يعني لو حافظ على نفس الشكل ووضع أمبابي وجونيور في الأمام أول مشكلة حتكون أنه إمبابي ما بحب يلعب على اليمين بحب يلعب أكثر على اليسار والعمق تقريبا نفس منطقة جونيور فحيكون فيه تداخل بينهم وكذلك حيعني أنه رودريغو حيصير احتياط وهذه مشكلة ثانية أيضا إمبابي لما يلعب مع مهاجم ثاني بفضل يكون هو اللي خلف المهاجم وهذا الشي شفناه في فرنسا مع جيروه وعشان هيك إمبابي ما ارتاح مع بنزيمة في فرنسا لأنه بنزيمة بتحرك كثير خارج الصندوق مثله وخلينا نقول قدر أنشلوتي يقنع إمبابي بالتحرك بالجهة اليمنى وجونيور بالجهة اليسرة وتمام بصير رودريغو احتياط وما رح يرضى لأنه أثبت نفسه كلاعب حاسم هذا الموسم في أكثر من موقف وكثير أندي إنجليزية بتستنى يقول أنا بدي أطلع وتقريبا كل الأندي الإنجليزية محتاجه لعب مثله بعرفيه لعب يمين يسار مهاجم وبسجل أهداف ممكن البعض يقول استنى شوية عواد أنت ناسي معلومة مهمة بيلنجهام رح يرجع للوسط لأنه كروس طلع طبعا هذه مش أكيد أنه حيلعب هناك لكن اللي نفرض نعم حيلعب مكان كروس فالفيردي تشواميني حيصير فيه ثلاثة بالأمام فبتظل أربعة ثلاثة واحد اثنين لكن الواحد هذا ممكن يصير يا جونيور يا إمبابي بدل بيلنجهام والثاني بصير مهاجم ورودريغو بضل هجوم تبدو على الورق ممكنة بالبلاي ستيشن ممكنة لكنها تعني مقارنة بالخطة الحالية خسارة لاعب وسط في مرحلة بناء اللعب وفي الدفاع بيلنجهام دفاعيا أفضل من الثلاثة بيلنجهام كلاعب وسط يقدر يحرك ويغير اتجاه لعب أحسن من الثلاثة وبالتالي ريال مدريد حيفقد قيمة تقنية واضحة إذا عمل هذا الشي وممكن يختل توازنه جونيور إمبابي رودريغو ممكن يدافعوا مباراة مبارتين لكن مش هيقدروا يدافعوا طول الموسم بدون ما يأثر هذا على مردودهم الهجومي فممكن أنشلوتي يبلش بهذه الفكرة لإرضاء الجميع لكن شوي شوي يحس فيها عدم توازن فيضطر يعدل من الأفكار المقترحة أيضا يروح لخطة 4-2-3-1 بحيث يكون فالفيردي هو الجناح اليمين بيلينجهام هو رقم 10 جونيور يسار إمبابي مهاجم وجونيور إمبابي بدلوا مع بعض أو يكون رودريغو هو الجناح اليمين فالفيردي يرجع وسط جنب تشواميني ويصيروا يبدلوا لعبة وسط هذا الحل يبدو مقنع من حيث عدد دقائق اللعب ومقنع أيضا في المباريات الكبيرة بتبلش فالفيردي يمين وفي المباريات العادية بتبلش رودريغو هو اليمين ومودريتش بيكون هو الاحتياطي تاع الرقم 10 اللي بيلعب 10 دقائق في المباريات اللي بتعب فيها بيلينجهام وهذه فكرة ممكن ترضي بيلينجهام إنه يظل قريب من المرمى بيقدر يسجل وبيقدر يصنع وبتعطي دقائق أيضا لاغولير وابراهيم دياز اللي بيقدروا يلعبوا بالثلاث مراكز خلف المهاجم طبعا في أفكار كثيرة أخرى موجودة منها 4-3-3 ويكون المهاجم بيلينجهام وإمبابي يروح يمين وجونيور وروح يسار ويلعبوا بيلينجهام يكون وظيفته يهيئ اللعب ويكون قريب من المرمى لكن هذه فيها نفس المشكلة اللي هي خسارة لعب وسط وهناك حل يرى الناس هو أسهل حل في الدنيا إقناع إمبابي يلعب رأس حربه مهاجم رقم 9 ويكون جونيور يسار رودريغو فالفيردي يبذله على اليمين ورودريغو هيكون عنده فرصة أيضا يلعب مكان جونيور لأنه أثبت نفسه على الجهة اليسر أكثر من المرة هذا الموسم وبالتالي بتظل الأمور تمام وبكون عندك ثلاثة وسط المباريات الصعبة بتلاعب فالفيردي الجناح الأيمن فبتراجع ويدافع والمباريات السهلة بتبدأ فيها برودريغو وبكون معظم اللاعبين عندهم فرص للعب وممكن يكونوا فعلا تكلموا مع إمبابي بهذا الحل وكذلك في حل أخير إنه بيريز يكون فعلا ما عنده مشكلة تصير مشكلة مع رودريغو يعني أني أنا بقدر أعيش بدور رودريغو بس أنا محتاج إمبابي أكثر ومحتاج بيلينجهام أكثر فبخلي هدول الثلاثة اللي أنا بفوزوني وبضحي برودريغو وبقوله أنا آسف شكرا على سنينك وكثير أندي مستعدة تدفع لك راتب أعلى من راتب كسوبرستار وأيضا تعطيني قيمة مالية كبيرة أدفع فيها راتب إمبابي فممكن يكون هذا الحل هو أصلا المنطقي لريال مدريد يظل الفريق زي ما هو ويضحي برودريغو وهذا للعلم شي مش جديد على ريال مدريد منذكر قصة أوزيل وقارثبيل لما جاء قارثبيل كان لابد تتغير من 4-2-3-1 فتم التضحية بأوزيل وجلب كارثبيل رغم أنه أوزيل كان في قلوب المدريديين أكثر ربما من رودريغو حاليا فقرار خروج لاعب ممكن يكون هو الحل التقني في النهاية لكن أكيد رودريغو له ذكريات كثيرة له معطيات كثيرة مع الفريق بتخلي خروجه يعني بده تردد لكن لما نذكر أنه جاي اندريك أيضا ربما ريال مدريد يشعر أنه بكثي جاء الوقت نقول له شكرا أعطانا كثير حقه الآن يروح ياخد أحسن عقد ممكن هذه هي فكرة إمبابي حتى الآن بدنا نشوف أنشلوتي اللي دائما كان يبهرنا بأفكاره وحلوله شو هيقدر يعمل بحيث يقدم فريق متوازن فريق ما يزعل فيه أهم اللاعبين ويعطوا أحسن ما عندهم وفريق يسمح لللاعبين يضلوا يتطوروا ويقدر يحقق نتائج مش بس يقدر يراكم لاعبين في أرض الملعب شو تتوقع أنشلوتي رح يعمل نوصل هون لنهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إنستغرام وتيك تيك وسنابشات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة